كشفت النازحة من المناطق المجاورة للموصل القديمة أم حازم عن أن مقاتلي داعش كانوا يخزنون أسلحتهم ويخفون صواريخهم داخل البيوت رغما عن إرادة سكانها وبقوة السلاح مضيفة لأخبار الآن أن داعش ومقاتليه لا يعرفون الدين الذي استغلوه واشتاحوا باسمه الموصل كما أشرت أم حازم إلى أن داعش أعظم العديد من الفتيات والنساء بعد أن لفق عليهن تهما باطلا فضلا عن قتله المئات من شباب المدينة ودفنهم في مقبرة الخفزة ليش تخلي صواريخك ترأس لحتك ببيوتنا يا ولو ببيوتنا والأنت لو عندك نقطة من الإسلام ودين شام ما خليت شام ما بهتت النسوان تطلع النسوان اللي ما يعصون عليك الموصلويات اللي يعصون عليك تقول عنها زانية وترجمها لا والله جزعتكم والكفر عدكم والفسق عدكم والله ثم والله لو تمسك وكل وحدة ما جد عراقية مثل ما يقولون وإحنا شريفات عراقيات عفيفات غصبا عنكم وعن أنوفكم والله لي مسكوني كل واحد منكم لقطعة وصلة وصلة ما أقتلب بندقية لا والله وأحرقكم قسما عظما مرة تخلي تدوسون أرض العراق تقدرون دوسون مرة ثانية بهالأبطال هذول الأشايس يولوا أنتم والله قدارة جيفكم مليانة بالشوارع حوبة بناتنا وحوبة شبابنا اللي ذبحتوهم هاي الخسفة ما لكم تشهد هاي الخسفة اللي مليانة شباب اللي جتتوها بس والله والله ثم والله للاحقكم لآخر يوم وتلعنكم الملائكة ويلعنكم رب السماوات